الوحيد اللي كان لما جيت تحاد الكورة ودي الوحيد يقولها بالأمانة والتاريخ اللي كان منظم جداً في الحادة دي اللي هو حرب الدهشوري ده فعلاً الرجل كان مخطط وطلع النجوم كتيرة جداً من نفس الكلام دي كله إنما هتكلم في حتة مهمة علاق دلوقتي دخلتيني بحتة تانية خالص لما الأندية تبقى عارفة إنها بتزور والمنطقة عارفة إنها بتزور والتحاد الكورة عارف إنه بتزور مخدوش قرار إن تبقى مصيبة سعودة يا كابتن تلات تربع لشغيل في المناطق الشغلين في أنداية يعني هم صحاب الألم يعني لما ييجي مثلاً اتحاد الكورة وييجي يبقى فيه مدير فني محصوص لاتحاد الكورة لما كان الكابتن جوري بيخطط لهم وعملوا عليه مؤمرة وطلعوا برا الاتحاد بعد كده وللأسف من ولاده للأسف الواحد بقوله كله هم موجودين في الاتحاد إنما ما ييجي زي اتحاد الكورة وييجي مدار المنتخب يقوله أنا ما عنديش رأس حربة قول للأندية المصرية بقى فيه اتفاق بين الأندية المصرية وبين الاتحاد الكورة يقوله ما تجيبش لعيب محترف من عندك رأس حربة الصغرات اللي موجودة انت اللي عندك رأس حربة ولا عندك الطرفين الليفت والرايت والاستوبارات طلعت بالصدفة إحنا ما عنديش إحنا بناعتمد إحنا بيجي محمد صلاح من برك وإنني كابت نخلي محمد صلاح على جنب ما نجيلك هو إحنا بيجيبه هاتلي نجم هاتلي نجم هاتلي نجم في المنتخب مصر خلي محمد صلاح على جنب هم مش هقولك في المنتخب مصر هاتلي لاعب في أي نادي فيك يا مصر لو قعد عالدكة أو برد تشكيل لسبب ما إصابة طرد لسبب ما تبقى قاعد حاطدك على قلبك اللي اللعيب ده مش هيلعب النهاردة ده في مشكلة ده حقيقة تمام هاتلي واحد فيك في الجميع الأندية بهذا المنظر معندناش ده اللي بتقال عليه نجم تمام فإحنا النهاردة نجم من هنا نجمين من هنا ثلاثة من هنا واحد من هنا بتعمل منتخب فإنت النهاردة عشان تعمل المنتخب ده هاتلي النجوم بقى اللي موجودة اللي هي بيفروق معنا ديهم إيه ما حصل مع كابتن جوهري وحسن شعاته مع ترامل الألقاب كابتن جوهري وكان كل اللعب اللي بتلعب عندك كان كل اللعب مفيش غير مستناء مجدعب الغني اللي كان محترف مش كده ولا كمين تاني هاني رمزي مفيش هاني بس اتنين لعيبة وحسن شعاتك كان معظم لعب كلها اللي كان بتلعب هنا ما عادة بستثناء زيدان ما هو بصدك كابتن ما هو فيه نوعين من المدربين فيه مدرب بيصنع لاعب وفيه لاعب بيصنع مدرب نعم وصلت ايه وصلت طبعا يعني فيه فيه مدرب عنده القدرة اللي هو يعمل مجموعة يعرف يوظف لعيبة ويجيب لعيبة يعرف يطورهم يا كابتن مين طور هشام ياكن مين طور هشام عبد الرسول نعم مين طور هشام الرسول محدش كان يعرفه وكان ياسر فاروق وكان الجيل بتاعنا عبد السطار وعمارة وياسر ردوان وإحمد حسن وعبد السطار صبري وعبد الزهر الساقة وعبد الزهر الساقة مين اللي عمل الناس دي مدرب مصري مدير فني حط إيده على المجموعة دي اشتغل معها عمله تمام نبش عملها هنا في مصر نبش عملها في الأردن وعملها في سعودية آه لما روحنا للأردن عملنا هذا الكلام طيب احنا الكلام حياخدنا في حاجات كتير جدا لأننا مردو بيش عايزة طلع عن الإطار لكن أنا ممكن بعد كده بقول لأستاذ المشاهدين ان احنا بنقدم أربع حلقات المجري كل أسبوع احنا اتفاق مع مع أدارة القناة بنعمل أربع حلقات كل شهر في للمجري بالاتفاق مع أدارة القناة ان احنا بنفكر نعمل حلقة واحدة في الشهر من الأربعة دول اللي تبقى واحدة قضايا الرياضية فإحنا ان شاء الله هتشوفوا التطور في البرنامج أصلا وهتشوفوا كمان هتشوفوا حلقة جديدة هتبقى قضايا اللي هي القضايا العامة هنتكلم في كل حاجة هنتكلم في القضايا اللي هو بتكلم فيها الكابتن علاء نبيل وقت وبنسمع فيها حاجات يا جماعة والله العظيم ثلاثة عيب عيب لأن أبلد كبيرة ويحصل فيها التزوير ده واحد بيطلعوا شهادة وفاة وبعدين ويطلعوا جواز صفر إزاي عشان إيه ده لو هيجيب لي كاس العالم يغور في ستين داية وكان لعيبة كبيرة الكلام اللي كنتم يقول له مع لعيبة كبيرة ولعيبة لعبت في أندية كبيرة لعبت في كل أندية مصر فعشان كده أنا بقول لكابتن علاء نبيل بقول له الفترة اللي جاي إن شاء الله هنفتح المدور بش هسيبه وهقول بالأسامي زي ما اتعودته معايا هقول بالأسامي إنه ما نفعش كده إحنا كرة مصرية في خطر والله العظيم كرة مصرية في خطر في اختيار المدير الفني ما احترام الكل اللي اختروهم المدربين يعني ده ده لا 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 في اللوايح إذا تحط في اللوايح المدرب ليمسك كله حط المعايير ومقاييز بتاعتك معايير مش أي حد يمسك في النشيين ده ناس بترى تجيبوا خضار للبيوت يا جماعة ومدربين من تخب مصر بعد يقول إيه ولا إيه ومين بيديروا الكرة المصرية ما حاجة حاجة تزعل وحاجة تحزن